فما فيش وعية حقيقة لمنظومة الزواج مفيش وعية حقيقة تعمل ازاي مع زوجتي وانتي تتعمل ازاي مع زوجتي النهاردة انا هبتدي بالراجل ماشيشSI ashamed مرأة اسمعيني اسمعيني بقى واشوفي الوصية اللي قالها الامام احمد ابن حنبل ابنه وانا هبتدي مين هبتدي بالراجل هوا بصي وجايبهليك وهو في البداية وجايبة للرجال و للشباب ازاي تتعامل مع المرأة ازاي تتعامل مع زوجتك المام احمد ابن حنبل وصى ابنه يوم زواجه قال له اي بني عن نتكلم وبعدين نشرح انك لن تنال السعادة في بيتك الا بعشر خصال نهاردة هنقول عشر الرجال وعشر النساء بس تعالوا خطوة خطوة كده عشان اللي بتتريأ والناس مش بس اللي بتتريأ لا ده الناس اللي عمالة تهاجم اللي هنا يهاجموا اللي هنا والمعسكر الرجال يهاجم معسكر واكذا وعيشين بقى احنا في الليزة الطويلة دي قال عشر خصال انت تمنحها لزوجتك فاحفظها عني الاب بيقول لي ابنه كده يا ريت والله لا بقى كده احنا نفسنا مش عمت الله واجوزك احسن منها مش عارفة خد مئة انت وانا جاي وحاطت وقالع وحاطت رجله معرفش فين فصابع معلمة فقال قلت لها وفي راجل كبير بيرفع يرفع يرفع ده الرقب بايزة والعروسة ومتداية هتقول لك جي قاعد جي قاعد يعني الدنا يومين بس للدخلة وهي بكر ده يومين اجي قاعد هو كده واخد القوضة ونايم فيها وزوجته راح اتمعرفش فين وبعدين رجعت عند البيت تقعد بقى تكمل بقية القاعدة وبقية الصهرة وبقية وعيد شهر وهي عروسة يعني فيه امور فنفسنا يبقى حتى الاب واب والزوج بالذات وام الزوج يعرفوا الكلام ده يقول بحرص على عشر خصال دول الاولى والتانية ايه بقى ان النساء بيعمل ايه يحببنا الدلال اه الدلع يعني يحببنا الدلال فدللها يا عم دللها ودلعها ويحببنا التصريح بالحب يبقى دلع وبعدين قول يعني مش بس فعل انك انت بتدلحها وبتدللها لا وقول لها انك صرح لها انك بتحاكي بتقول لك انا بستنى اشوف اللي امتنان في عينه مش شايفها انا بستنى اشوف كلمة شكرا او الله انت حلوة وانت امورة وانت واحدة ست مش بتشوف صرح صرح وقول مش بس او ما اعرف ما انا اتحكت ما انا غلط غلط الحريب ما بيحبش كده الموب بقى ما عندهم في المشاعر ده ما بيتفهمش قول فلا تبخل على زوجتك الامام احمد بن حنبل بقوله كده بداه الدلال والايه والتصريح بالحب فان بخلت بقى لو انت بخلت بالكلام ده جعلت بينك وبينها حجاب جفوة مش حاسة بحاجة نقص في المواد ده اه مش حاسة وبقول لك علاقة علاقة ميتة انا عايز ارجع بيت اهلي ويحصل ايه جفاء يحصل جفاء طيب التالتة بقوله النساء بيكرهوا الرجل الشديد اللي بيتعامل بقاسوة ويميل للرجل الهين اللين فاجعل لكل صفة مكانها فانه ادعى للحب يعني لا تبقى قاسي ولا تبقى مفوت الدنيا على الغرب لا ايه عايزة الوسطية في الامر واللين معاها اللي بياخد ويد في الكلام ويقنع يعني اسألها وعملها وبعدين عمل لنت عايزه بس المم تحسسها انها موجودة ده بيقول اجلب للطمأنينة في العلاقة بين الاتنين ده مهم جدا النقطة دي لا قصوة ولا لين مفرط لا حاجة حاجة وسطية ما بين الاتنين نعرف نكده يعني ايه اتكلمها انا بقول لك اه 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 حاورها واسمع منها وبان قولناها كذا تقول لك الله يا زوجتي ايه طب انا اتعملها عشان طب يلا والله علشان خطر عيونك هزيد الكل ده انا عمل دم خلصت لكن قصوة 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 لا وعدت قولت لا مالوش شخصية ده شوف يعمل ازاي فلا عايزين القصوة والحزم معلين الاتنين حلوين او ربع حاجة فان النساء يحببنا من الزوج ما يحب الزوج منه من ايه يا بتحب طيب الكلام انت عايزها صوتها واتي واتصوت انت عايزها تقول لك كلام حلو قول لها كلام حلو المنظر الحلو تكلمنا عن الموضوع ده ورجعه للحلقة دي على اليوتيوب المنظر الحلو نضافة الثياب ذات نفسية الثياب عاملة ازاي ونضيفة ولا لأ دوافرك شعرك عشان الودان والريح لا لا يعني نضافة الشخصية دي خلوا بالكم منها يا شباب وانا والله اعرف شباب بروح اعملوا مسكات ويعملوا معرفش ايه ويشيلوا ايه ويعملوا حاجات الاليفيرا واللي بتاع على الشعر وعلى الجسم حلو زي ما انت عايز كده الرحة الحلوة مش بقى هلت الصيف هلت رواعه انا لسه كنت بقى اسمع زوجة يعني انا كنا في حز الخناء وحز ما قال مش حارف ايه وقال اقبل ايه وبناخد قطوات وفجأت وفجأت لقيتها بتتكلم قالت لفظ على نظافة الزوج قلت لها بس اوكي هتطلعينا برا الجلسة دلوقتي فتصتني من الده لفظ مؤذي جدا موحش جدا بس يعني قالتوا بقالشة كده عشان برضو ايه كده بقالتوا بيني وبينها مش قدام الراجل طبعا الا الروايح الا الروايح تعدد شرابك ايه 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 عوخس الرجل كان بالوضوء خمس مرات في اليوم هون هتشوف روايح القدم وفيه معطر القدم فيه البدر يا عمي ما فيش قطية بالطيب الماء وافضل انواع العطر حب بلي من دنياكم سلاسة انها الطيب وقطية بالطيب المسك قطية بالطيب الماء وافضل الرواح المسك حلو يعني حلو ممكن يتبضر ممكن يجاب المسك اللي هو المكعب ذات نفسه البشر يتعامل منه وممكن يتعامل منه مخمرية ممكن يتعامل منه مزين للعرق كل الحاجات دي للمرأة بتبقى فهمها. بعمل زوجك وهو على الرفيق. وانت ما تقباش. يعني ما تقباش عليها الأمر ده. يبقى جاي. ودي اللي بيحصل. جاي عايز يأكل. وينام. وبعدين يعني لو فيه كلمها كلام خاص. وبعد كده يبقى يستحم. غلط. غلط. انت جاي بتاخد الدش. وانت ياشى العرق والتلزيق والرطوبة بتاعت الصيف. مهم النوطة دي. وانا بركز فيها. وزي ما بدي. وبقول للرجال. انا بقول للنساء. وارجعوا برضو الحلقات. انا مناصحة النساء. بصوا بكل متى. من اول ريحة الشعر للضغافر. الروتين الشعر. للبشرة. للجلد. للضغافر الرجلين. الحاجات دي فطرة. منظافة تجبل علي المرأة ويجبل علي رجل. فابن حنبل كان بيقوله كده. بقول ليه ابنه كده. زي ما انت عايز منها طيب الرائحة والكلام هي كمان عايزة منك كده.